كشفت التحقيقات مع الإرهابيين نعيم عباس أن هناك 21 شخصا يتعاون معهم في إطار الإعداد وتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية وأن من بين هؤلاء إرهابيون بارزون فارون من وجه العدالة كتوفيق طاها ويوسف شبيطة وعمر صالح وهم أيضا منضوون في كتائب عبدالله عزام التي تدور في فلك القاعدة وفوضوا الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاد سقر سقر وبعدما درس ملف التحقيق مع نعيم عباس ادى عليه وعلى الموقفين جمان حميد وبكر المحمود وعمر خضر وغيرهم من الفارين بجرم الانتماء إلى كتائب عبدالله عزام وتنظيم القاعدة بجرم الشروع بالقيام بأعمال إرهابية من خلال سيارتين مفخختين ضبيطة في كورنيش المزرعة وعرسال وإعداد صواريخ لاستخدامها في هجمات إرهابية وقد اعترف نعيم عباس أنه كان ينوي مهاجمة مراكز لحزب الله ومن ضمنها تلفزيون المنار مصادر أمنية كشفت للأل بي سي آي أن الأجهزة الأمنية تلاحق العديد من الخلايا الإرهابية في مختلف المناطق اللبنانية وهي خلايا نفذت ويمكن أن تنفذ عمليات إرهابية انتحارية وأشارت هذه المصادر إلى أن نعيم عباس وفي خلال التحقيقات معه كشفا عن العديد من الأسماء اللبنانية وغير اللبنانية التي تنضوي في خلايا متطرفة لفتة إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق هؤلاء تمهيدا للقبض عليهم ومنعهم من تنفيذ ما خطت له كشفة عن القبض على سعوديين في الحمرة منذ نحو شهر كانا يجندان كنت حاريين وقالت المصادر إن القبض على إرهابيين وملاحقة آخرين لا يعني أن عملية مكافحة هذه المجموعات قد وصلت إلى نهايتها فتحديد عدد هذه المجموعات غير متوفر باعتبار أن كل واحدة منها تعمل على حدة وأن أفراد كل خلية لا يعرفون أفراد الخلية الأخرى وبالتالي فهم ليسوا كالسلسلة إن سقطت حلقة واحدة منها سقطت كل السلسلة ترجمة نانسي قنقر